عم بيتعرضوا النفوذ الاستعماري الفرنسي لسلسة من الانتكاسات أخرها بانتفاضة السكان الأصليين بإقليم كاليدونيا الجديدة بالمحيط الهيدة رفعت فرنسا مباري حالة الطوارئ اللي أعلنتها بـ 15 أيار بكاليدونيا بس بعده حظروا التجول ورسالة تعزيزات العسكرية على الأرخبيل الماشين بلشت انتفاضة السكان الأصليين بعد ما وفق البرلمان فرنسي على تعديلات بدستور الإقليم المستعمر تسمح للمزيد من الفرنسيين المستوطنين بالأرخبيل بالتصويت هالخطوة بتضرب حلم استقلال الإقليم بالمستقبل بمقابل انفجار الوضع محليا فرنسا مصرع على الاحتفاظ بالإقليم اللي بتضم 20 إلى 30 بالمية من احتياطات النيكال العالمية والسباعة السيطرة على هالاحتياطات جزء من التنافس على مواد أولية مطلوبة بصناعة البطاريات بأفريقيا الوضع مش أفضل لفرنسا اللي عم تخسر الهيمنة عم مستعمراتها السابقة انقليب الجابون بأيلول الماضي خلى فرنسا تخسر نظام حليف بدولة منتجة للنفط وقبله قدى انقليب النجار بتموز الماضي لطرد الجيش الفرنسي من الدولة اللي كانت تمد فرنسا بعشرين بالمية من احتياجاتها لليورانيوم وبين 2021 و2022 خصت فرنسا ثلاث أنزم محليفة ببركينا فاسو ومالي وجينيا كوناكري وانجبري تسحب قويتها من منطقة السيح للأفريق بكل هالدول في ظاهرة مشتركة الرغبة الشعبية بالتخلص من النفوذ الفرنسي اللي كان دايما مرتبط باستغلال السروات الطبيعية بأسعار خيصة واستفادة الشركات الفرنسية من شبكات الفساد المحلية العامل الجديد اللي فات على الخط هو النشاط الروسي بأفريقيا ودعمه لقادة الانقليبيات الطمعين بالسلطة بالإضافة لتضامن الانقليبيين مع بعض عبر الدول الأفريقية للإحتفاظ بالسلطة انتفاضة كاليدونيا مش حدث معزول هي جزء من حركات نزع بقاية الاستعمار بالعالم حركات عم تدفع المستعملين السابقين للجوء لأدواتهم العنفية السابعة